اهلا بيكم معنا في المطبخ نهاردة نعمل أكلة زريفة وخفيفة مشتاخد مننا وقت في تحضيرها لحمة فلي بصوص الماشروم والريكفورد والفلفل الأسوي نشوف المقادير ونرجع نعمل الأكلة بتاعي هنبتتي معنا أول حاجة هنجيب اللحمة الفلي بتاعتنا أنا بفضل إنها تكون عرق فليته واللي ده دايماً الناس بتبقى محتارة تعمل فيه إيه الموضوع سهل جداً وبسيط مش هياخد مننا سوينه زي ما اتفق إحنا مشا نقطر في الأول أول حاجة وأنا بجد الفلي بتاعي هحط له للحطة بتاعتي كلها رشة ملح وزيها رشة فلفل هتبقى يدوب ملح وفلفل عشان يبقى معايا ندي الطعم الخفيف بتاعي أوكي وبقلبه بس كده فيها عشان يبقى واخد مع بعضه التدبيلة البقية هتبقى في الصوص بتاعه أوكي هنجهز النار بتاعتنا وهنبتدي بأول حاجة الزبدة في طاصة هنسخنها شوية تبقى سخنة معايا وهبتدي بمكعب زبدة مش أكتر وهبتدي أحطه أنا هشتغل على تسطين عشان يكسبوا معايا وقت عشان احنا هنعمل كزا دراسينجليا وده اللي أنا حابة أورره لكم إن لو فيه اختلاف بالطعم هنقدر يعني حد بيحب حاجة وحد مش بيحبها هقدر عمل بنفس اللحمة كزا حاجة وكله مش هياخد مني وقت فالس وانساني بحط الزبدة وتبتدي تسيح معايا هنجيب الفلت اللحمة الفلتو من أسهل اللحوم في السوا يعني بتبقى سهلة قوي في السوا وحلوة قوي في الطعم ودهنها قليلة فهي هتبقى من أكتر اللحوم صحية معايا أنا هياخد هعمل نفس اللي هعمله هنا هعمله هنا أوكي أنا بس هعمل تسطين عشان أقدر أعمل قصاص بتاعي فيها نزود النار شوي عقبال ما الفلتو يبتدي ياخد لونه معايا عشان أعمل أي حاجة يبقى احنا حطنا ملح وفلفل وحطنا زبدة وسبنا الفلتو عن نار لما يبتدي ياخد لون هناخد اللون التاني احنا عندنا هنحط في جنب الطبق عشان تبقى وجبة كاملة متكاملة مع بعضها جبنا بطاطس وسلقناها مش مطلوب مننا غير إن احنا نبقى سلقنها ومهروسة ما فيهش أي حاجة تاني البطاطس المهروسة بكل بساطة فيه ناس بتسأل إحنا هنقشرها ولا هنسلق على طول مش هتفرق معايا خالص المهم النتيجة إن أنا هبقى عايزة البطاطس تبقى مسلوقة وأهرسها كويس أحطها على النار كده أهم حاجة نخليها ماشي قد ما نقدر برضو دي من الوجبات الزريفة قوي وبتنفع والكلبز بتاعتها خفيفة يعني هم نعمل أكلة النهاردة صحية شكلها حل وفي نفس الوقت هيبقى وقتها في التحضير قليل جدا ابتدت اللحمة بتاعتي هبتدي أنقلها على الناحية الثانية هي محفوظ مش بتاخد مني وقت أقلم 7-8 دقايق على النار وهيبقى خلاص هي رادي ونعمل الدراسينج بتاعها هنفضل سايبينها كده برضو لغاية تم تستوي معي أكتر ويبقى كلها لون واحد بس أنا بحب أقلت عشان تبقى مفروضة معي في كل ناحية الفلتو مستو زي ما قلنا إن هو السوا بتاعه مش هياخد وقت جدير وفي نفس الوقت الماش بوتيتي بتاعتي خلاص تقريبا سخنت وهي سخنة أنا بروح بقى واخد عليها سلايس من الزبدة بس بقى هنبقى كرمة شوية في الزبدة مع الماش بوتيتي لأن كل ما قطرت الزبدة بقت كريمي معي أكتر وهيبقى طعمها أحلي هنسيبها تسيح معيها الأكلة دي من الأكلات الزريفة قوي وهتبقى مغزية زي ما اتفقنا وهتحسوا إن إحنا بنأكل برا البيت بما إن الوضع دلوقتي ما بقناش نقدر نخرج كتير فبقى فيه بنحاول نغير في شكل الأكل اللي عندنا في البيت طول ما إحنا ماشيين كده بنحاول نقلب عشان تاخد معي كل الألوان من كل الاتجاهات وفي نفس الوقت الماش بتاعتي خلاص الزبدة بتسيح وأنا بسيح الزبدة بقى هحط في الماش معلقة بودرة ثوم أنا بحب دايما في الحاجات اللي طعمها بيبقى نفس إن أنا أحطها بودرة يعني بودرة الزوم أحلى فيه ناس بتحب تحط بودرة بتحط تصوص ثوم بس أنا بحب أشتغل ببودرة الزوم بتبقى طعمها أحلى مع الأكل ده وبتدوكي إحساس أحلى بكتير زي ما إحنا شايفيني كده بتادت تفكي معايا هاخد رشة الملح والفلفل بتوعي اللحمة وفي نفس الوقت بتاعي شغالة وهنحط حوالي سنجال كبير وبينج كريم عليها أو كريم الطب هنلاقي البطاطس بتاعتي بتادت تبقى بقى كريمي خالص ومضية طعم كله خلي بنا البطاطس مش هتحتاج مني أي حاجة تانية هي كده أنا بحب أقلبها حل عشان تبقى شربة بسه بقى شكلها ازاي اللي بيحب زعتر هيقدر يحط زعتر هيديها طعم حلو قوي اللي مش بيحب وعايزها النورمل بتاعنا هيبقى هي الوبادة بص اللحمة بتاديت خلاصة هي بتا حمر مني خلو بالكم الحمر اللي في الطاصة بتاعتي دي بقى هحافظ عليها عشان ده سر الدرسنج بتاعي كله يعني الطاصة هي اللي هشتعل فيها تاني من غير مخسلها ولا اجي نحيتها تاني بص المش بكيتة بقت خلاص على فكرة المش بتاعتي كده ردي تقريبا وقت التقديم هروح حتى اللي جبنا عليها ممكن نطلع المش ونلحمة خلاص اخدنا كمية المش بتاعتنا هنحطها بالشكل اللي يعجبنا في الطبق وهعمل حفرة صغنطاتة كده فيه عشان هنحط نقطة نقطة صغيرة ورشة من الجبنة المتزرلة بتاعتي كده المش عندي ردي واللحمة خلاص بتخلص وهنعمل الدرسنج بتاعها على طيب اللحمة كده قل مستدي خلاص هناخد القطع بتاعت اللحمة بتاعتي وهنعمل الدرسنج الدرسنج ده في نفس الطازة الطازة بتاعتي هزود الزبدة مش هقفل عليها ولا هغير اي حاجة هحط الزبدة هحط معلقة دقيق صغيرة وقلب بسرعة عشان ما يتحرقش مني اوكي اول ما هيبتدوا يدوبوا في بعض هروح نزلة بالوابنج كريم بتاعي وهيبتدي يعمل معايا الصوف هنحط له بودر التوم فلفل ملح وده اللي التلاتة الدرسنج بتاعنا بودرة بصل اوكي وهقلب تاني وهنقسم بقى الدرسنج بتاعي زي ما انا عايزة يعني هاخد نفس اللي احنا عملناه عايزينه بصاص الراكفورد هننزل قطعة ركفورد فيه زي ما هنعمل دلوقتي بس انا هشيل حبة عشان يبقوا عندي بطعم الاكل الباقي هنحط الفلفل الاسود في جزء الحصر وده كده بقى خلاص عندي درسنج بالفلفل الاسود فوق الجبنة بتاعتي في الجزء التاني هجيب قطعة الراكفورد بتاعتي وهوحطها عليها اول ما تسيح هتبقى رادي طبعا احنا واحنا بنعمل في البيت كل واحد بقى نحاول انه يبقى افتصل وحده عشان ياخد الطعم يعني انا ابتدي اعمل الدرسنج الاساسي واقسمه وابتدي افك بقى الحبة جزء اروح حطا فيهم الراكفورد واشيل وحبة احط فيهم مشروم وحبة الجبنة الراكفورد ده كده بقى بصاص الراكفورد والمشروم هيتقلب معيهم وهنزود عليه الوابن كريم شوية عشان هو نشف الوابن كريم والملح والفلفل زي ما انا بحبة لقيهم يعني ده اختياري لي دول كمين خلاص هيا اخد بقى الخطاتين الفريد تانين انا بقى خطا خطا شوية انا بقى خطا وقدر نصفط الهجات بتاعتنا عشان يبقى هو الصوص بتاعي اللي بقى ده بالرهب المشروب بنقدر نزوده زي ما احنا عايزين بقى عندي كده التلاتة بالدرسنج اللي انا عايزيهم هاخد بروكلي خفيف والاكلة بتاعتي كده بقت رادي وان شاء الله تعجبكم ويطلع طعمها حد كنت مبسوطة انه انا كنت معاكم النهاردة عملنا اكلة سريعة وبسيطة واقبل كل مرة ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة